مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية التلاعب بLayLayShadowCharacter أو String وهي أحد types الأساسية في لغة JavaScript لقيام بهذا الأمر تقومون بإخراج الكونسول الخاص بالChrome أو الموزيلة أو استخدام منصة NodeJazz تقومون مثلا بتعريف variable string hello world هكذا فstring فهو من نوع ShadowCharacter type of string فهو من نوع string نستطيع تسميته تلين نيم كما تلاحظون فالvariable name فهو من نوع ShadowCharacter var concat string عملية الكونكاتنation تقوم بإضافة جملة إلى جملة أخرى فالزائد بالنسبة ل string فهو فهو concatination هكذا console.log concat string concat string هكذا كما تلاحظون فالنتيجة دائما فهي concat string فالنتيجة دائما فهي الشان de character في حالة إذا ما قمتم بال concat بين عدد و chain de character تمثل عدد فإن l'interprete يحاول تحويل المعطيات إلى الفورمات المشتركة فالعدد أو number فهو الحالة الخاصة حيث أن العدد يمكن تعريفه على شكل العدد وأيضا يمكن تعريف العدد على شكل chain de character في هذه الحالة سيقوم JavaScript بتحويل الرقم إلى chain de character ومن تم قيام بعمليات concatination والنتيجة ستكون 11 console.log وهي ما يسمى ب course أي يحاول تحويل جميع المعطيات إلى الفورمات المشتركة var مثلا another string تستطيعون القيام ب b code فهي أيضا صحيحة tip of another string فهي أيضا صحيحة أما بالنسبة ل character special مثلا الرجوع إلى الصدر أستطيعون الخيام ب hello هكذا و anti slash n فهي رجوع إلى الصدر أو new line مثلا تريدون كتابة جملة بلغة فرسية مثلا c c c c grave c console.org french كما تلاحظون ف إذا كنتم تريدون إضافة character special كالكوت مثلا أو double كوت داخل الجملة وجب إضافة the backslash هناك العديد من الميطود المعرفة على string أو لشين دو كاركتر في javascript تستطيعون أخذ أي جملة مثلا hello world عندما تقومون بكتابة name point فإن الكونسول الخاص ب crom يعطينا لائحة بجميع الدول المعرفة على هذا type مثلا concat another concat فدلت concat فهي شبيه بال operator زائد أي أنها تقوم بجمع جملتين في جملة نهائية نتفقد دالة أخرى مثلا لنت تعطينا طول شين دو كاركتر في هذه الحالة 11 نستطيع نستطيع تركيب هذه الدول هنا نقوم بالconcat والنتيجة النهائية فهي الشين كما تلاحظون فقد قمنا بحساب طول الجملة النهائية والنتيجة فهي رقم عندما نقوم بpoint فإننا مثلا val lign فلن فهو من نوع entier ويحتوي على الدول المعرفة على الأحداث مثلا دال الأخرى concat match أو فماتش خاصة بإكس 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 مثلا نريدو استخلاص قطع أو كاركتر من هذه الجملة نتلاق من البوزيسيون 0 إلى البوزيسيون 4 كما تلاحظون فهي هل 1 2 3 4 لأننا قمنا باستخلاص أربعة حروف انطلاقا من الموضع الأول في هذه الحالة فإننا نقوم باستخلاص أربعة حروف انطلاقا من الموقع الثالث نيم شارعات شارعات فهي تعطينا الحرف المتواجد بالبوزيسيون إ فالبوزيسيون فهي البرامتر مثلا 0 فهي 11 فهي لشي أما 10 فهو حرف من كلمة hello world لأن الجافا سكريبت تقوم بحساب أيضا النهاية نهاية لشين دو تغكتر مثلا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 ويبدأ الجافا سكريبت من الموقع 0 كما هو الحال بالنسبة للغة سي مثلا تتفقد دالة أخرى مثلا split name و split فsplit تقوم بفصل الجمل باستخدام التوكن والتوكن فهو character special يعتبر المرجع في الفصل بين الجمل كما نلاحظ هنا فما يفصل هذه الجملة فهو الفراغ أي أن splice تقوم بتحويل الجملة إلى tablo إلى tablo يحتوي على العديد من القطع الصغيرة حيث أن ما ما يفرق بعين هذه القطع فهو token أو character special كما تلاحظون تقوم بفصل لجملة معينة باستخدام character مثلا إذا استخدمنا حرف m فهو character سيقوم بفصل الجمل باستخدام character m قوم بتفقد دلة أخرى باستخدام M تصشت شكرا لänderte إذا قمنا مثلاً بإضافة دالة من دون تمرير البرامترات فهو يطبع لنا الـ Tip الخاص بذلك الـ Variant فهي دالة لا يجب عليكم حفظ كل هذه الدوال عن دهر قلب فقط فهم مبدأ الدوال والـ Type في JavaScript عموماً فإن تلاعب بالشاند الكراكتر في JavaScript فهو سهل جداً نمكن أيضاً خلق شاند الكراكتر في JavaScript باستخدام كلاس string عندما نقوم بـ فإننا نخلق type من نوع شاند الكراكتر نستطيع أيضاً خلق شاند الكراكتر فهي أيضاً شاند الكراكتر أي أن كل الدوال المعرفة على S فهي أيضاً معرفة على S إلا أن الـ Type الخاص بـ S فهو شاند الكراكتر إلا أن الـ Type الخاص بـ S فهو شاند الكراكتر كما تلاحظون فنفس الدوال معرفة على S فهي أيضاً معرفة على S أملوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الترس الخاص بالتعامل مع مع لشاند الكراكتر أو string في لغة JavaScript وشكراً